أرحب بكم أعزائي الطلبة في محاضرة جديدة وإذاكم الأستاذ محمد نجم نوفلي واليوم رح نتحدث عن الشخصيات شخصية القصة الأمير السعيد الهابي برينس اللي تدرس بي المرحلة الثانية قسم اللغة الإنجليزية اليوم عندنا الهابي برينس A golden statue هو تمثال ذهبي that can't see what's going on around him والذي يستطيع أن يرى ما الذي يحدث حوله هذا تعريف مرات يجيك سؤال يقول لك حلل أو اعمل تحليل لشخصية الأمير السعيد هذا السؤال كل شيء مهم هذا الشرح تكتبنا الصين وأن the prince was alive عندما كان الأمير على قيد الحياة لم يكن بمعرفة بما يحصل في الناس الفقراء حول المدينة ولكن بعدما أصبحت تمثال يعني بعدما توفى وفاته يعني هي قصة خيالية مثل ما احنا ذكرنا بدأ يحس بمعاناة الناس لذلك حاول أنه يساعدهم عن طريق طلبة من طائر السنون وأنه يطلب طمن عنده أنه يريدك تساعد هاي المرأة وهذا الفلان وهذا الكاتب وإلى آخره خلينا نشوف شنو الأشياء اللي سواها هاي سيند إذن أرسله أرسله يعني من الأشياء اللي قدمها أرسل الياقوتة إلى السيدة وكذلك أرسل حجر أو يعني هو الياقوت والسيف مالته كلهن أرسلهن إلى الثلاث أشخاص هما الامرأة التي كانت لا تستطيع أن تطعم أطفالها هاي واحد وكذلك أرسل يعني مساعدة إلى الفتاة التي كانت تبيع الكبريت اللي كانت تخاف إذا ترجع وأبوها يلقاها ما بيع الكبريت راح يضربها فهي ساعدها بهذا الشيء وكذلك الكاتب كاتب المسرح الذي كان يكتب الأعمال المسرحية لم يكن لديه مال يكفيه للمعيشة لذلك لذلك هو قام بمساعدته بإرساله أحدى القطاع الذهبية كذلك نحن نقول أحب طائر السنونو هذا الملك يعني الأمير السعيد عفوا إذن الأمير السعيد كان يحب طائر السنونو لأنه ساعده وحتى نرى أن الأمير السعيد قد تحطم قلبه عند سماعه بوفاة عندما علم بموت السنونو عندنا The Swallow هذا هو تلخيصه The Swallow is a bird who stayed behind the rest إذن هو الشخص اللي بقى بقرب الأمير السعيد وتأخر بعودته إلى مصر طبعا سبب التأخير لأنه كان يحب قصبة قصبة هذه العادية حلوة يعني قصة مضحكة حقيقة ويعني يعني لطيفة كان يحب قصبة قالت القصبة القصبة هذه قالت أنا ما أقدر أعوف هذا موطني أنا باقي هنا ولكن قالها خلاص أنا راح أروح أروح المصر فهو يتأخر من تأخر مطرة الدنيا وبدأ أو عفوا الجو بالليل صار مو مطرة الدنيا لا مو مطرت تأخر الوقت فقال أنا راح أكون جوه هذا التمثال أبقى لهذه اليوم حتى أشوف حتى باتر أمشي بعدين تعرف على الملك على الأمير السعيد وتعرفه بعدين ساعده الناس حتى حاول أن ينام تحت التمثال هذا التمثال بدأ التمثال بالبكاء لأنه كان يائس وكل ما كان يحب في المدينة لأنه كان حزين على ما يرى في مدينته إذن هو ساعد بنقل الذهب إلى الناس المحتاجة وآخر شي طائر السنون يموت لأنه اختار أن يبقى مع الأمير السعيد لكي يساعد الناس ولم يغادر إلى مصر يعني حتى من نقرى النص ما للمسرحي ما للقصة نقول له أليتل سوالو أليتل سوالو أليتل سوالو أيها الطائر السنون والعزيز هلا بقيت معي ليلة أخرى يقول له متى ما تبقى وياه يطلب من عنده يبقى حتى يساعد الناس زين عدنا شخصيات الأخرى اللي هي ثانوية عدنا القصبة إذن اللي هي قررت أنه هي ما راح تصاحب السوالو قالت له أنا راح أبقى بمكاني عدنا أيضا المستشارين اللي اثنيا هذول أشخاص اثنيا راح يعني بعد ما يشوفون التمثال خالي من قطع الذهابية راح يبلغون العميد عمدة المدينة أو رئيس البلدية المدينة يقولوا لي يا ريت نشيل هذا لأن ما بي فايدة كذلك عدنا السيدة اللي كانت ابنها مريضة واللي أرسل لها الأمير السعيد أرسل لها قطعة من الياقوتة من مقبض سيف الأمير المقبض يعني اللي تمسك السيف كان بيها قطعة ذهبية فطائر السنونة فطائر السنونة اللي بأمرت الهابي برنس أمر أقل لأريدك تروح توديها لهذه السيدة لأن هذه السيدة ابنها مريض وما هي ما تملك أموال كافية لكي تعالج ابنها كذلك عدنا الكاتب المسرحي الشع اللي كان جوعان جدا وما يقدر يركز لأنه كان جوعان لذلك تم إرسال له عينة العين يعني العين العين المال الأمير السعيد المال الهابي برنس مكان عنده عين ذهبية فقال له اقتلع هنه هذه خذهن ووديهن لهذا الشاب لأنه هذا الشاب يريد يكتب مسرحية وجوعان ما يقدر يركز كذلك عدنا فتاة الكبريت اللي هي الفتاة اللي كانت مفروض اتبيع عواد الكبريت and she was crying هي كانت تبكي because she knows that she will be beaten لأنها سوف يتم معاقبتها عن طريق أبوها إذا رجعت when she returns home without matches بدون الأعواد الكبريت أو بدون الفلوس إذا ما عدها فلوس ولا عدها عواد الكبريت لأنه هي ضيعت العواد الكبريت فرح يتم معاقبتها لذلك أمر الأمير السعيد بمساعدتها وطلب من السنون بأن يأخذ أحدى القطع الذهبية أنه يتأخذها أحدى القطع العين الثانية العين الثانية حتى يبعث لها هذه القطعة الياقوتية حتى تبيعها حتى تقدر تجني أموال من عندها تنطهن الأبوها حتى أبوها ما يعاقبها كذلك كذلك لدينا العمدة اللي هو أمر بإزالة التمثال لأنه وضع التمثال بدلا عنه لنفسه وهذا يعني طبعا الله أكبر الله أكبر أصبح غير محبوب وبالحقيقة هو من إشار الذهب من عنده هو اللي أصبح محبوب لأنه كان أصبحت يعني هو تجرد من الذهب وتغطى بالإنسانية كان ما عنده ذهب مكان عنده كان مغطى بالذهب ولكن المكان عنده إنسانية لأنه من كان عنده فلوس ومن كان على قيد الحياة ما كان يعرف بهاي الناس ولكن بعدين عرف بهاي الناس المحتاجة فأرسل لهم هذه القطعة الذهبية فهو تجرد من الذهب ولكنه تغطى بالإنسانية ولكن نجد أن الناس لم يشجعوا هذا الرجل على هذا الأمير السعيد بل لأنهم ما يعرفون هذا الشي لأنهم مشغولين بالحصول على المناصب وبالحصول على الأموال حقيقة قصة جميلة وقصة مربوطة بالواقع أتمنى استمتعت بهذا المشاهدة واستفاديت من هذا الشرح وهذا مثل ما ذكرت لك هذه الشخصيات تحفظ لأنه هو يتجيك يا أما تحليل يا أما فراغ يا أما اختيارات يعني ممكن يقول لك يعني بالامتحانات على سبيل المثال فتاة الكبريت استلمت استلمت مثلا استلمت الياقوت العيني الياقوت الأولى أو الثانية أو ممكن يقول لك مثلا مثلا أو مثلا يقول لك مقبض السيف أنت لازم تختار زين عيني أو صاحب خطأ أو فراغات فهذه الأمور جدا مهمة هذا الفيديو خلص بموضوع الشخصيات إن شاء الله استفاديتم من هذا الفيديو لا تنسوا تشترك بالقناة وترسل هذه الفيديوهات زملائكم شكرا جزيلا للمتابعة أتمنى لكم المفقية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته